اليوم يا اخوان عندي تحدي في الكرير مثل ما اتم شايفين عندي فريق المواهب واليوم التحدي الفريق هذا لازم اطوره الى 5 انجوم هو الحين الفريق 3 انجوم وانا احاط عمر التشكيلة مرة صغار مكتوب شابة للغاية يعني مرة بزران ابدرب الفريق لمدة 3 مواسم بشوف في الثلاث مواسم هذه هل بقدر اجيب شابينز ليك وكم بقدر اطور هذه التشكيلة فاليوم عندي مهمتين المهمة الاولى الفريق هذا لازم يكون من 3 انجوم الى 5 انجوم والمهمة الثانية هي مهمة البطولات تعاد هذي ما يبيلها لازم هذا الفريق يجيب بطولات كفيرة بإذن الله هذه القائمة اللي موجودة عندي لحد الآن يعني والله أعمارهم كبيرة يعني معتها برون ذولي صغار يا عيال معنى مكتوب شابة للغاية مفروض بزران بس الأعمار أشوفها كبيرة يعني على الأقل المفروض ما حد يعدي مثلاً 28 بس أنا شايف إن شباب شفيهم في أكثر من لعب 28 وفوق الصراحة بالتشكيلة بس ما في مشكلة إن شاء الله بطورهم الطريقة الصح لازم تتطورهم بشكل كبير هذه المرة ممتطوير لاعب واحد تطوير فريق كامل بس بشوف أعلى لاعب عندي كيف شكله أعلى لاعب 80 ووه ممتاز ممتاز هذا 80 كويس والله عندي لاعب 80 أنا قد نعتمد عليه إن شاء الله خلال ثلاث مواسم بس التشكيل لازم تتطور وتوصل إلى 80 نفس خوينا وطبعاً اخترت المدرب ايمري الصراحة ايمري حس يضبط يعني فريق المواهب وأنا في الدوري الأسباني بذن الله بتكون رحلتي ثلاث مواسم في دوري الأثماني مطوري فريق الأقصى درجة لازم الرؤية التكتيكية هذه تشتغل عليها صح طبعاً أبلعب على ألعب على الجناح بما أنا أفضل شي الصراحة هنا بالكرير في هذا الجزء السلمي المدرب الفل تعال انت تعال في الهجوم هذا في الهجوم لازم هذولي لازم تعيينه منت عشان يتطورون يعني لازم لازم ديقة خط الوسط في خمسة جوم يا سلام عليك خط الوسط ما شاء الله في واحد فل ثاني هذا بحطه هنا في الدفاع فهمتو وفي ذاك الخمسة جوم حق الوسط هذا في الوسط يعني الحين لو ألقى حارس خمسة جوم فأنا بطور التشكيل على خمسة جوم كلهم هذا أربع جوم يعني يعني عندي عندي خمسة 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 أربعة والله جنون والله جنون شكل تشكيله بتطور بشكل كبير طاقاتهم والله لا باس فيها فهمتو بس أقدر أقدر أطورهم أكثر وأكثر فأنا بشوف اللعيبة الصغار هم اللي بيلعبون بالتشكيلة أول شي رسم التشكيلة هذا زي الزفت ما في أربي في الفريق يا الفريق كامل ما في أربي ايش في ايش في تعال تعال انت هنا تعال هنا انت وانت هنا رسمي الفريق ما في أربي يعني ما أدري كيف يعني بلعب اللعيبة شويين كوي يسمي ديني أسيطر عليهم وناظر هذا طاقاته وركز عليهم كلهم بشيك على أكاديمية الشباب عندي واحد يتطور لا والله أجل برس المراقب برس المراقب خصيصا يدوري على مركز أربي طبعا يا أخوان حطيت ميزانية كبيرة كذا احتياط يعني ما رح استعملها بس عشان يبديني أمشي فيها موري طيب بشوف أكبر لاعب واستغني عنها 37 37 عمرك سلامات أحسي أحد فوق 30 ببيعه عمتها أنا أبغى صغار ها شف هذا شف هذا ما احتاجه أما باقي اللعيبة والله صغار والله صغار باقي اللعيبة كويس شف هذا 17 سنة 17 سنة وطاقته 67 هذا يتطور بركز على أقل أسابيع الجميع اللاعبين الحين بضبطها كلها بس خلني نروح لأول لاعب ونمشي عليهم لاعب لاعب شف كيف كل اللعيبة قابلين لتطويري بشكل رهيب أبحط أقل أسابيع هذه تقريبا توصل إلى 9 سابيع 33 أسبوع هنا والله يلضبطكم يا عيال هذا 10 أسابيع شف هذا صغير هذا صغير نفسي قبله شوي طيب نحط لهذه هدف متنقل هذا كلها 11 أسبوع والله ما في مشكلة بس ندري بزود عندك تسديد والسرعة أفضل شي يعني بمانك هجوم هذا ببيع عمر واحد ثلاثين سنة مشي مشي فببيع أوكي تعال انت طبطهم كلهم هذا طاقتك إنها كويسة بس عمر 27 يعني عمر 27 يعتبر كبير شوي حلو هذا ترى كويس يا عال بسود يعدل مركز لسي أم يتعدل آه غدر فيني يلعب كان بس أوكي تضبيط والله سابيعهم قليلة يعني انخلاثه ثلاث مواسم وتقع بسوي المستحيل شف هذا ما يتطور هذا يطول الله يقلع أجاسي أقوله سابيعكم قليلة تطلعلي كم فلتعشر أسبوع كويس عندنا السي بي الثاني آه سي بيات ما يتطورون لا حاول ولا قوة لا بالله الحارس عمره 26 الله عليك هذا سبعين هذا حاس هي الأساسي سبعين وعمره عشرين سنة كل اللعيبة الحين تم تضبيط عندهم خطة تطوير على أقل أسابيع حطيت التشكيلة كلهم على الجهزية يعني قبل الموسم عشان يتطورونه زي كذا بس الحين بغتستغني عن اللعيبة ذولي الكبار فعال انت ايوه ايوه رح رحل الرياض ما في مشكلة خلصنا من اللاعب عمره 31 سنة ما لك مكافر تشكيلة تشكيلة الشباب هذي بس ثلاث موسم لازم يكون ابطال الشابينز بس رأوا والله في لعيبة قابلين يطورون هذا مثلا عمره 24 كويس المهاجمين ترغم كويسين الحارس الدفاع يجي منك او ستقول لكم اشترك بالقناة اذا ما كنتو اشترك اشترك بالقناة طيب هذا عمره 26 سنة لا عمره 26 سنة يجلس انا انا حط واحد ثاني تقييمات بتكون في الجولات الودية طبعا نعم خلونا نشوف التشكيلة في الجولة الودية او ماي جاد هذول يبون بينهم تطوير شكلي بشطب النادي من البداية والله اول ثلاث جولات يا عياء الكارفية كلها خسرتها اول تقرير عن الار بي مركز الار بي زي الزفت الصراحة تقرير اوكي براح ارفضهم كلهم تقرير للشهر الاول سيء جدا طبعا يا اخوان كل عشر جولات بروح لمركز التشكيلة وشوف كم تطوروا حبا عندي ارحيل من جولة واحد الى جولة عشرة بعدين نشوف التشكيلة وش اللي تطور فيها يعني نظرة اولية والله ما شاء الله من البداية اوكي قبل لا يعني لا نبدأ المهاجمين تطوروا شي ممتاز الصراحة هذا اول جولة بالدوري اربعة لا كارثة الفريق والله يبيلا تطوير او حلو اول انتصار في الموسم يا عيني عليك يا فريق المواهب يا حبيبي بدايتنا بالدوري وش اللي فرينسياس وسداد جيرونا اشبيليا غرناطر يا المدري اوه شوف البداية اللي تخنك نقسم بالله بس يا اخي عندي مشكلة هنا يا عيال والله مشكلة ابدا مي بكويسة لازم هذول يتغير اماكنهم يلعبون فماكنهم الصح فافضل تشكيلة تكون لتشكيلة اللي فيها سي دي ام و كام عشان يتطورون وينها اللي هي هذي سي دي ام و كام عشان كل واحد يكون في مركزه اوكي نسوي ازي كذا طبعا الا الار بي للاسف يعني غير موجود لحد الان اي ار بي بس كذا التشكيلة افضل عشان كل واحد في مركزه ويتطورون بشكل مطلوب يا عيال انا لاحظت شي شفتوا المهاجم اللي اسمه تفاريز ترى هدف تدرون سجل الحين خمسة هدف بداية الدوري خمسة هدف في ثلاث مباريات شكلها بيتطور على طول تفاريز و الله شكلها بيتطور بشكل سطوري اوكي اكتشفنا مهاجم شفنا مهاجم رهيب عندي اوه لقيت ار بي بس عمره خمسة عشر سنة كالعادة الغدرة الغدرة يكون حلو حلو لقيت واحد خلاص نضبط لخطة تطوير البزر ذا والبزر الثاني اللي صاعدت عشان نشوف من الافضل وصعدة للتشكيلة باذن الله ويكون من يلعب في مركز الار بي قيل لكم قيل لكم اثق فيه اوكي يمدي يلعب هنا فعشان كذا بستغني عن الحبيب ذا اطلع برا كذا شوي ويخش الار بي لرقيته من الاكاديمية خمسة خمسة يا عيال عمره ستعشر سنة الطاقة اربعة ستتين قابل يتطور بشكل كبير ابيحط لك خطة خطة تطوير سويت الفريق ما في ار بي تعله مات اوه حلو باقي على نفس الخطة اللي انا حاطه لها برا طيب ما في مشكلة كمل عليها كويس مرت العشر جولات الاولى فريقي في المركز السادس انا شوفها ممتاز على فريق توا باديا الحين بس الكلام على التطوير بعد اول عشر جولات بشوف اللعيبة كم تطوروا ابي شوف من اللي عنده بلس هذا نقص ثنتين هذا العمره سبعة ثلاثين بس شوفوا هذا الحارس بس شوفوا زاد حبة هنا حبة حبة واحد وثمانين يا سلام عليك اغلبهم زادة وحبة شكلهم تشكيلة والله زادت حبة هذا خشل ثمانين ممتاز يا نونز اوكي حبة ما حتطور حبة الا والله تطور حبتين اوكي الحين نشوف الجولة عشرين كم بيكون الفريق الخبر السيء نونز الكام واحد وثمانين اصاب مدة شهر يا اخوان هذا الشيء بيعطل تطوير حقه ثمانين معنتهم اطول ثمانين يا اخوان طاح مصاب يلا يلا ما في مشكلة ما في مشكلة ما علي معالي ترجع ترجع اقوى ترجع اقوى نونز متاح مجددا يا اخي تكفى انه ما يأثر عليك كم الريت والله اثرت 79 يا عيال توم وصل ثمانين شفت كيف شفت كيف الغثة يالله يا رب يرجع نونز على طول ديقة ديقة بعد الخطة اللي عنده ممكن ترى لو اعدلها يكون على اقل اسابيع اصبر يا اخي حرام توا زاية حبة نقص حبة ما اسفدنا ولا شيء اوكي هذه اسبوع حطها والله ارجعك ثمانين على طول بعد اسبوع وهذه الجولة عشرين بالتعادل بعد مرور عشرين جولة خنشوف الفريق تطور بالشكل المثالي ولا لا الغريب ان الحارس لا تطور يا اخوان الغريب ان الحارس ما تطور شفها تطور حابتين الحارس باقي على نفس الطاقة اغلب اللاعب على تطريب بلاس واحد بلاس انتين أوكي التطور بسيط وووووووو ثلاث حبات ثلاث حبات المهاجمين يا عيال هم كثيرين يطورون الصراحة شف منافسة قوية بالهجوم يا اخوان وصاب شهر لا اله لا الاه يش السال فاي لا aku يطور يصاب عندي والله شوفه وصاب شهر شوف الخبر رجع من الاسابة بس ناقص حبة طبعا على حظي على حفي مرور 30 جولة صرنا في المركز 15 نزول حاد الصراحة في الفريق بالنسبة للتطوير بعد العشر جولات الأخيرة ما تطوروا كثير الشباب والله ما تطوروا كثير يعني كانت جولات سيئة بس هنا بيدخل الثمانين ما شاء الله عليه هذا وبكذا قدر تنهي الموسم الأول بالمركز العاشر 52 نقطة عندنا 72 هدف بس استقبلها 71 هدف يا عالق بس خنشوف تطوير بعد ما خلص الموسم الأول في لعيبة شوفه زايدين أربعة كويس هذا زايد أربعة واضح بيتطور كثير اثنين واحد هذا رجع ثمانين ممتاز الاسابة أثرت عليه ولكن المفروض يكون واحدة ثمانين على الأقل هذا واحدة ثمانين وكذا زاد ثلاث ذا هذا اللي أنا وشه هذا اللي جايبه من الأكاديمية زاد ثلاث حبات والله ممتاز زاد ثلاث برضه هذا زايد عندنا ثلاثة يعني محورين زادة وعندي ثلاثة الام زايد أربعة قيم ترتفعت كل شيء يرتفع عنده والله جميل طبعا نونيز كان فيما يجي تأصابه برضه خربت بس والله نونيز ترى لعب موسم كبير شفت 21 جول 11 أسس زايد حبتين حبتين بالنسبة للهجوم زاد أربع زاد أربع ريفيرا عنده 17 جول وعندنا برضه ترفيس عنده 17 جول زاد ثلاث طيب عليك هذا يا أخوان رح ننتقل إلى الموسم الثالث يعني الموسم الثاني أنا بلعبه ووريكم نتائج حقيته بس قبل الله أن ننتقل إلى الموسم الثالث وأطورهم في الموسم الثاني هذه الطاقات بعد نهاية الموسم الأول هذه الطاقات فنشوف الحين إذا وصلت إلى نهاية الموسم الثاني وبحاول أني أكون في مركز موهل الشاب ينزليق عشان يكون الموسم الثالث في دورة طالة وربة وشارك برأبطال بسوي نفس اللي سويته بموسم الأول بسوي بموسم الثاني في الموسم الثالث المفروض أنه موسم البطولات يعني فريق لازم يكون الريت فيه مرتفع هذا هو الريت بعد نهاية الموسم الأول ونشوفكم بعد نهاية الموسم الثاني أوكي أخوان مثل من أنتم شايفين طورتهم في الموسم الثاني والحين حين في بداية الموسم الثالث هذه الطاقات الطاقات قبل وشوي بتطلع لكم الصراحة في فرق الصراحة في فرق قدرت تطور الفريق أكثر وأكثر تقريبا بقى لعب واحد هو اللي ريتها يعني أقل من 75 اللي هو الار بي حكم ناصر نتوى راقي من الأكاديمية يعني توقع بلا وقت شعن نتطور ثلاث أربع موسم زي كده بس عموما اللعيبة بتطوره بشكل كبير ففي هذا الموسم هو المفروض موسم البطولات لأي مرحلة في الدوري في الكاس في الشابينزليك عندي ثلاث بطولات مهمة في هذا الموسم لازم لازم نوصل بعيد في كل البطولات ولازم نجيبها برضو فأنا واثق بالشباب نشوف عاد أهم شي طبعا الشابينزليك بنسبة لي يعني وعندنا برضو الدوري لحب نبدأ فيه أول جولة ضد جيرونا وبختبر الفريق في كل الجولات أتمنى أن الفريق يكون مبدع صراحة الهجوم مبدع في الموسم الثاني يا عيال ذا المهاجمين اقصب لأنهم رهيبين هذا وصل ل 82 طاقاته رهيبة بس إنها مشكلتها ثلاثة مهارة ممكن أطور عند المهارة في هذا الموسم لأن أنا باقي الموسم الثالث مديني أطورهم زيادة يعني في نهاية حلقة اليوم أتوقع بزود طاقاتهم أكثر وكثر معي موسم كامل الحين وموسم بإذن الله البطولات أول جولة 4-0 هذا دليل التطور أول بداية ما قدرت أفوز بس شوف رحين بدينينا الدوري بـ 4-0 تفاريز وريفيرا سجل هدفين هدفين المهاجمين ذولي عيلا توفقت فيهم الصراحة أكثر لعبين بدعوا بداية حلوة بالدوري بداية تعطيني آمل إن أول عشر جولات بتكون انتصار بإذن الله كلها والله يثق فيكم يا عيال 3-0 ثاني جولة والله تغير كبير بالنتائج يا أخوان تغيروا إيجابي هذا اللي عاجبني حلو وقت المجموعة بالشابينز ليك جاهز نفسك عزيز المتابع إن شاء الله أنها مجموعة كده جميلة فهمت يعني مديني أتنافس فيها أوه معنا بروسيا دورتموند ليفربول يا ساتر يا أصبر ديا ليفربول بروسيا دورتموند في مجموعة واحدة وأول جولة ضد بروسيا دورتموند والله سويناها في أرض بروسيا تفاريز سجلوا وأيال سجلوا وهدف ديا 78 هو لجبنا ثلاث نقاط في أرض بروسيا دورتموند هذا شيء ممتاز أوه والله نتيجة حلوة ضد ليفربول ثلاث ثلاثة يعني أول جولة انتصاروا حيث الثلاثة عندي الحين أربع نقاط ودورتموند تعاذل كويس الأبطال ماشيين كويس لا لا ماشيين كويس صراحة بالأبطال ماشيين بشكل ممتاز في التابينز ليك سبع نقاط في أول ثلاث جولات أنا نشوفها شيء ممتاز والله شيء ممتاز بس بالنسبة الأول عشر جولات بالدوري قدرت تصدر بفارق ثلاث نقاط برضو الفريق سجل ثلاث وثلاثين هادف يا خواني في عشر مباريات الفريق سطوري صار هجوميا لأنه تطور رباعي الهجومي يعني مع 3ST وRMLM أقسم بلا رهيبين مع الكام برضو ذا سطوري طاقاتهم ارتفعت أصلا لو نلاحظ نشيك عليهم أقسم بلا رتفعت مو بينا مو بينا عبدالله مركز التشكيل الطاقات ارتفعت شيف بلاس حبتين حبة خلاص بدأوا بدأوا ويرتفعون بشكل رهيب هذا زاد ثلاث في هذا الموسم بتعني بادين زاد ثلاث بعد عشر جولات بالدوري بس تخيلوا ها شوفوا الشباب شوفوا الشباب شوفوا الشباب والله منافسة قوية ولعيبة أقسم بلا ساطير أقسم بلا لكم ساطير بداية العشر مباريات الثانية بانتصار الله عليكم معنا بغينا نلقى مصراح بغينا نتعادل بس كويس انتصرنا كويس يعني السيبي ذا ترى أنا ملاحظة من الموسمين الياقة عنده سيئة هذا فأنا هو الوحيد اللي بزوده كذا حبه عن فريق يكون يتدرب على الياقة أكثر بس هدا الفريق الصراحة رهيب بسوي محاكاة لهذه إن شاء الله هننتصر نكمل في السلسلة السلسلة يعني سبح الله ما زبني اللذا يشخل لي فربول ولا دور تمدي هزبني يزبني ذا كذا رسميا حنا بدعنا نعم دام نفذنا على الريال الأربعة خمسة في الآن فلد رسمية تأهلا لدور السلسلة بعد الخمسة ذي أوكي راحت عشرين جولة عندنا سبعة واربعين نقطة الفريق الصراحة ماشي على مسار ممتاز وتأهلا لدور السلسلة في الشابينز ليج فوضعنا الصراحة ممتاز الحين في النص الأول من الموسم ولا عيب جاسين يزودون بلس بلس يا سلام عليكم يا سلام عليكم أقسم بالله إبداع معنا بعد العشر جولة الثانية تقريبا نفس الطاقات يعني بس زيادة بسيط وشو ذا خلص عقدة تعال يا بوي جدد جد محشر دزاي 72 مليون يورو والله مبدعين المواجمين ذولي والله ممتاز يا العشرين جولة ماسك صدار 60 هدف في عشرين مباراة شي مجنون نقسم بالله أرسنال في دور السلسة عاش كويس أوكي ثلاثة ثنين في أرض أرسنال كويس ثلاثة ثنين يعني في أرضنا إن شاء الله نقنق عليهم بس كويس انتصار في ملعب أرسنال في إنجلترا طلع المواهب يا شيخ بس ياخد هجوم الثنين ذولي أنا متكدير يا عيال هذا مسجل 34 في 34 جيم هذا مجنون لسباني والثاني مسجل 22 يا ساتر صانع 14 هذولي وش هم ذولي ذات ثنين أقسم بالله مبصاحين برضو ثلاثة ثنين ودى أرسنال دور الثمانية أنا حسنا بنوصل للنهاية البايرين في ربع النهائي هذا الاختبار صح لفريق المواهب تشكيلة البايرين أوكي والله سامي متوسطة بما هوés يا عيال ايزي أنا أقول ايزي أنا أقول ايزي لا يا أخوان والله فريق مجنون والله فريق مجنون أربع واحد في أرض البايرين اسمها اسمها تالينت اسمها يا أخوان فريق مواهب يفسري عبوي وش عندك وش عندك ولتش عندك خلاص معدا't أخاف من أي фريق سجل سوبر هاتريك علينا سجل هات أوكي لعبنا ب يعني نص كذا لياق أو زي كذا تأهلنا ضد بارحات لونا خسرنا تأهلنا مانشستر سيتي في نصف النهائي يالبدين دور 16 بارسنين طلعنا طلعنا الباريون وحين مانشستر سيتي ولي يعتبر أقوى اختبار لفريق المواهب شف السيتي عاد عنده تشكيلة كاملة تشكيلة كاملة ومشاربا تحققين مع بنيز لا لا تأهلنا مبروك بس اخوان بيب كوردولا يخوف لو انتصرت على بيب فانا بطل لبطال خذوها مني من الحين محاكاة 2-2 والموضوع صار حيرة الصراحة دامها 2-2 بس في أرد منشستر سيتي 2-2 الله يبلشي سيتي ذا شكله اللي بيخرب بيطلعني كم بدأ الحين فارق بدأ أم ووف بسم الله والله تقول فارق كثير يا عيال شلون زي كذا تعادلوا معي ذولي والله هنا حيرة في مبارات الاياب حيرة يا اخوان بس ان شاء الله انا بنتأهل تشكلت سيتي نفس الشي نفس الشي انا اثق والله اثق بالعيان انا اقول رسميا الحين ابطال شاب ينزليك رسميا بعد ذلده طلع ارسنال بايرن ماشتر سيتي خلاص انت البطل وش شو باريس في النهاية رجع تاكل باريس ايزي وش اللي باريس انجرمان رسميا المواهب ابطال الدوري نعم يا اخوان صراحة بجدارة والله بجدارة منتو بصحين منتو بصحي طبعا من القوة والنهاية بيكون ضد ميض ضد باريس انجرمان انا اقول ان ايزي النهاي انا اقول اني بطل ابطال بعد يعني مع الدوري انا واثق انا واثق بس ان شاء الله ما لقم اربعة نفس مبارة مدريد يلا يا اوهي المواهب الاربعة في نهاية دوري ابطال وربى المواهب رسميا ابطال الابطال وابطال الدوري الاسباني يا اخوان في ثلاث مواسم سويت ذالي انجاز ثلاث مواسم بس لا موسمين وموسم الثالث جبت هذا الشي كويس الصراحة حس لو كملت ادربهم زيادة موسم اكثر والله يمديني اقويهم على اعلى درجة هذا هو شكل تشكيلة بداية حلقة اليوم وهذا هو شكل تشكيلة نهاية حلقة اليوم تطور كبير بالتشكيلة مثل ما انتم شايفين اعلى واحد تطور اللي هو الكام الكام مصري الى 85 يا اخوان هو اعلى ريت الى حد الان الحارس هو اضعف واحد تطور اما باقي اللاعبين اقسم بلا انهم ما قصروا خصصا هذا هذا الاسباني 50 هدف 52 ناسست الاسباني الصراحة استمتعت في التطوير حقهم يا اخوان صح انه كان صعب وجدت فترات القمت صصا في بداية الحلقة والله قد تلقوا موجد اهم شي الاسلام اشتركوا بقانون اشتركوا في مقطع اليوم اضيفوني في مواقع تصل الاجتماعي حساباتي تحت تبسكريبشن فبس هذا الاسباني بس لك في اشتراك و مع السلامة اشتركوا في القناة